فكل أمر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فإننا نجتنبه ونتركه طاعة لله تعالى وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم قد جاءت النصوص في الكتاب والسنة تبين وجوب الإيمان والتصديق والمتابعة لهذا النبي قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وكما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والواجب كذلك تجاه هذا النبي أن يطاع لأمره فيستجيب الإنسان لكل ما جاء عن هذا النبي من الأوامر فيقدم طاعته على هوى نفسه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكما قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وكما قال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وكما قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله وكما قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا وكما قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وهكذا من الاستجابة له أن ننتهي عما نهى عنه فكل أمر نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فإننا نجتنبه ونتركه طاعة لله تعالى وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم كما ورد في الصحيحين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعته طريق لدخول الجنان كما قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه مثلا عظيما ينبغي بالإنسان أن يتفكر فيه فإنه قد قال مثلي ومثلكم كرجل آخذ بحجزته يمنع الجراد أن يقع في النار ترجمة نانسي قنقر شكرا